سجن الحوت المسلق البشري الذي يخبئ بين جدرانه قصصاً مأساوية عن المعتقلين فلا يمر أسبوع إلا ويموت أحد سجنائه بسبب المرض والتعذيب وسوء الأحوال الصحية رحمن كاظم من الرضوانية جنوب بغداد يروي قصته مع أبنائه الثلاث حيث اعتقلتهم قوات مكافحة الإرهاب عام 2013 وعذبتهم أشد تعذيب بعد انتزاع اعترافات وهمية منهم عذبوا أني ورمت يدي منا زرقة وصار عندي نزيف داخل ما بين الجلد والعظم يعني يدي ورمت بحيث البطل ما أقدر أفتح أحد أشرب ما يفتحوا لي المعتقلين أخير شيء سفرون قالوا أنه إذا ما تعترفون أنتوا منصيركم ستة شهر خليكم هنا تعذيب أخير يوم ثالث يوم من البديل ما اسمه التحقيق طلعونا آني والدي ما عرف والدي قالوا أولا تريد شوف والدي قلت له منعها قالوا ورفع هاي احنا مشدودة عيوننا وذينا ورفعت هاي على عيوني شفت ابني طالب وساعد ورعد وقاعدين بس شنو بحال سيئة يعني وجوه ممرمى قضربون على ديوريجين ولو وجوه النثر بالكهرباء هاي ماكو خرج الأبو من المعتقل وبقي الأبناء الثلاثة اثنان في سجن الحوت توفي أحدهما في أواخر رمضان في المعتقل والثالث رحل إلى سجن التاجي هذا ابني تبرط بسجن ناصرية قالوا يا أبا اريد خبر ابني قالوا اريد دوة إلى حل فيس بوكس ودوة دوة ما استقبلوا سيطرة عمال البطحة قالوا ترجعون ماكو دوة هنا ما نستقبل والله وشهرين وشوية تاريخ ثلاثة خمسة جاني الخبر انه هم ثلاثة خمسة من توفي وجاء الخبر قبل يوم ستة ستة بهذا الشهر قالوا ابنك توفي تعالوا راح عادي بأخوه جابه وجاء متوفي هناك بسجن ناصرية من قبلية الدواء ماكو دواء لا يسعف الكلام الأمة الثكلة لتعبر عن حجم الألم نتيجة وفاة ولدها والمصير المجهول للاثنين الآخرين يعني أشوف ولدها سنة ونصان ما شعفتهم هالسادة والاثنين وهذا توفي يعني شهرين صار بالثلاجة ما خبرونا عننا شيء يعني بعدين يا الله برمضان هو متوفي وعود يا الله طعونا يا وأنا هسا هالس شوفها حالتنا ويعني ولدي ما شايف عنهم شيء ولا يعني شاكل لك يعني ما حالتنا ما ساعد وهالس شوفها هذا بيت هذا المتوفي وعنده ولد واحد مثل هذه العائلة الكثير ممن فقدوا أبناءهم الأبرياء في بلد تحكمه منظومة تركت القانون والعدالة واحتكمت إلى شريعة الغاب